موسيقى 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 سهلا فيكم أعزائي وأصدقائي بفيديو جديد مع المدرس محمد حمد ماشيين بشرح القواعد واليوم في عنا قاعدة جديدة وسهلة يلي هي present continuous أو الحاضر المستمر وبعض الكتب بتلاقي يسمى present progressive كله نفس الشي ضروري انك تحضر اول فيديوين قواعد يلي هو اساسيات القواعد والحاضر البسيط لحتى فعلا تلاقي هذا الدرس سهل لانه في كتير معلومات مشتركة اذا حضرتون ما لات انت جاهز وكل عادة جهزلي دفترك ويلا نبلش موسيقى مثل ما تعودنا اول شغلة بدنا نتعلمها بكل زمن هي صيغة الزمن أو وصرتوا بتعارفوا دايما انه في عنا structure أو البنية اللي هي subject verb complement فاعل والفاعل والتكملة واذا بتذكروا حكينا انه الverb هو اللي بيحدد زمان الجملة يعني انا لحتى احصل هلا على الزمن الجديد تبعنا بدي يغير بالverb لما كنت احكي present simple حاضر بسيط قلت انه بدي استخدم التصريف اللي هو الverb one هلا لما بدي حصل على present continuous او الحاضر المستمر بدي استخدم التصريف اللي هو be مع ing يعني هلا مرا يكون في عندك كلمة واحدة مكان الفعل رح يكون في عندك كلمتين اول شي واحد من تصريف هات فعل يكون am is are تاني شي الفعل اللي اللي بدك تستخدمه منضاف اله ing مثل الفعل watch يشاهد بصير watching لحتى يكون عندك فهم شامل لتصريف هات الأفعال ونحنا شو يعني لما نقول نصرف راجع الجدول اللي اخدناه بدرس أساسيات القواعد نحن هلا عم نستخدم التصريف اللي بنسميه present participle وانت بستخدم am is or طبعا حسب الـ subject يعني انت البهمك تعرفه من صيغة الزمن انه دايما بدك واحد من أفعال الكون وفعل بصيغة الـ ing بصير في عندك فعل مستمر i am watching a video now انا اشاهد فيديو الآن امتى انا بقرر انه بدي استخدم هلا تصريف الـ ing وانه هلا وقته وفي عندي استمرار شو هي حالات الاستخدام في عنا ثلاث حالات أساسية اول حالة اذا في عندك شيء عم بيصير بلحظة الكلام مثلا my friends are reading a book now اصدقائي يقرؤون كتاب الآن في عندك عبارات بتدلك على شيء عم بيصير بهاي اللحظة مثل now او right now يعني الآن او مثلا i am studying at the moment انا ادرس في هذه اللحظة على اغلب اذا انت بامتحان لازم يجيك دليل مثل now او at the moment بيدلك انه في زمن حاضر مستمر لازم تستخدمه هلا لكن حتى لو من سياق الجملة انت فهمت انه الفعل عم بيصير بلحظة الكلام فحتى لو الدليل هاد ما انه موجود تستخدم حاضر مستمر مثلا look the teacher is writing a new exercise انظر المدرس يكتب تمرين جديد فمن سياق الجملة احيانا او من سياق النص بيبين معك انه الكلام عم بيصير بهي اللحظة انظر يعني الآن عم بيصير هذا الحدث معناته هي اول حالة الحالة التانية هي لما تحكي عن فعل ما عم بيصير بنفس اللحظة اللحنا عم نحكي فيها لكن عم بيصير بالفترة الراهنة مثلا نحنا هلأ بشهر المراجعة وانت عم تدرس هاد الاسبوع تاريخ بتقول انا ادرس التاريخ هذا الاسبوع انت ممكن بهي اللحظة ما تكون عم تدرس بس بيظل فيك تستخدم الحاضر المستمر لانه عم تحكي عن شيء عم بصير بالفترة الراهنة شيء مؤقت يعني هو هاد الاسبوع انت عم تدرس تاريخ رح ينتهي ورح تدرس بعدين شيء تاني انتبه على هي الكلمة لانه هلا بدي يقارنها مع الحاضر البسيط طبعا لا تنسى انه اي ام فيك تختصر تصير ام كمان مثال هم يتحسنون باللغة الانجليزية هذا الشيء كمان عم بصير بالفترة الراهنة او تطور عم بصير مع الوقت كمان هذا الشيء من استخدم له حاضر المستمر وبرجع بذكر اختصارة الحالة التالتة والاخيرة بالعادة مو فورا بيأطلقون هاي الحالة لما تحكي عن فعل مخطط لإله بالمستقبل مثلا هو سينتقل إلى دمشق السنة القادمة او مثلا هم سيشاهدون فيلم هذا المساء وطبعا برجع بذكر بالاختصارات لانه ما بتصده قديش اذا سيتا رح تعمل لك كلبك اختصارة اذا انت عم تجهز للمتحان فهالمقارنة بين الحاضر البسيط والحاضر المستمر كتير ضرورية لإلك لانه على الأغلب انه كمبتدئين يسألكم على اختيار من بين هالزمنين فرح أرجع عيد أهم المعلومات اللي ما رأيت بالشرح وبتساعدك انك تعرف اي زمن تختار بالحاضر البسيط بجملة مثل اي بلاي سبورتس اي بري ويك انت عم تحكي عن عادة يعني مشهر بهاي اللحظة انت تكون عم تلعب رياضة بالحاضر المستمر اي عم بلاي سبورتس ناو انا ألعب الرياضة الآن في عندك شي عم بيصير بلاحظة الكلام بالحاضر البسيط هو يعيش في دمشق انت عم تحكي عن حالة دائمة هو يعيش بشكل دائم في دمشق بينما اذا استخدمت الحاضر المستمر هو يعيش في لندن حاليا مع انت عم تحكي عن شيء مؤقت او عم بيصير بالفترة الراهنة انتبه للفرق دائم معناتا present simple مؤقت معناتا present continuous من اكتر العبارات اللي بتدلك على استخدام الحاضر البسيط انين ظروف التكرار مثل usually, sometimes, everyday كل يوم, three times a week ثلاث مرات في الاسبوع once or twice, a day مرة او مرتين في اليوم كل هدولة اي شيء او اي ظرف بيدلك على التكرار او على عادة نستخدم present simple بينما اي شيء بيدلك على هاي اللحظة مثل now, at the moment او على الفترة الراهنة مثل currently, this year, this week تستخدم present continuous هلا بدنا نتعلم نحن كيف ننفي الزمن present continuous كتير سهل وعندك فعلكون دايما بتضيف not بعد فعلكون يعني I am watching a video now فعلكون هو am بس بتضيف بعده not صارت I am not watching a video now انا لا اشاهد فيديو الان I'm not ما في الى اختصار ما بنقول I'm not كمان مثال my friends are reading a book سيب النفي my friends aren't reading a book the teacher is writing a new exercise بتصير the teacher isn't writing a new exercise كتير سهلة وبسيطة لما بدنا نشكل سؤال بنعكس فعلكون مع الفاعل يعني بجملة مثل the teacher is writing a new exercise بتصير is the teacher writing a new exercise هل المدرس يكتب تمرين جديد كمان مثال my friends are reading a book بتصير لما نعكس فعلكون والفاعل are my friends reading a book هون لازم تنتبه على فكرة انه غالبا لما بتكون عم تشكل سؤال انت بتكون عم تعبي حوار يعني فيه حدا عم بيجاوب وانت بدك تعبي مكان الشخص اللي عم يسأل فبالحوار my بتتغير بتصير you're انت لما تسأل شخص بتقول له هل أصدقاؤك يقرأون كتاب هو بيقلك نعم أو لا المثال أوضح على هذا الشيء لما أقول I'm watching a video now أنا أشاهد فيديو الآن انت بدك تسألني لأيلي السؤال ما بيكون بهذا الشكل am I watching a video now هل أنا أشاهد فيديو الآن لا انت بدك تسألني هل أنت تشاهد فالI بالسؤال بدك تصير you ولأنه غيرنا الضمير فأكيد بدنا نغير الآن لحتى تصير are you هذا الشيء رح أحكي عنه بالتفصيل أكتر بدرس مخصص لتشكيل الأسئلة هلأ قلبي مني تعرف تعمله انه لما بدك تشكل سؤال تعكس فعلي يكون مع الفاعل هدول الأسئلة نحن بنسميهم يعني سئلة yes or no لأنه الجواب بيكون دائما فيه yes or no يعني is the teacher writing a new exercise بدنا نقول yes the teacher is writing a new exercise أو منختصره بshort answer كتير بيحبوا بالانتحان يسألوا على الشورت answer عفكرة منقول yes he is نستخدم الضمير بدأ ما نستخدم الفاعل أو منقول no he isn't بالمثال بعده are your friends reading a book بتصير yes they are are you watching a video now يعني نقول yes I'm watching a video now أو منختصره بنقول yes I am أو no I'm not إذا لقيت في أي صعوبة بأي معلومة فأنا أبكد لك أنه رح تتجاوزها بمجرد أنك تجرب تحل ورقة العمل يلي رح حط لكم الرابط تبعه بوصف الفيديو تمنى تستفادوا من كل هذا المحتوى والمحتوى التاني الموجود بالقناة ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وشيروا مع رفقاتكم إذا فعلا لقيتوا فائدة بهذا المحتوى خطوة خطوة عم نغطي القواعد ودرسنا الجاي رح يكون كمان قواعد إن شاء الله فيكم تشوفوا أوراق العمل والحلول تبعها بشكل مرتب ومنظم أكتر على جروب فيسبوك هذا كل شي لليوم كنت معكم المدرس بحمد حمد شوفكم بالفيديو الجاي باي باي